موسيقى مساء الخير انتهت الانتخابات ولم تتغير الهوية فلا الهزيمة قادرة على تبديل ملامح المدن ولا الارباح الانتخابية بامكانها ان تخطف لون الدوائر هي انتخابات بنتائج على قدر القانون نسبيا ادخلت قوى كانت مستبعدة بالنظام الاكثري بعضهم غاب عن البرلمان منذ عام 2005 وسمح له القانون اليوم بالعودة من بوابة التحالف مفاجآت المجلس الجديد جاءت من الحاصل السياسي الكبير الذي تمكن حزب الله وحلفائه من نشره على مستوى لبنان واقام الحزب شبكة نيابية بين الدوائر قدرت ب67 نائبا وفق مسح اجرته وكالة رويترز استنادا الى احتساب الحلفاء على امتداد الخريطة السياسية والعلامة الفارقة كانت الحاج امين شري الذي تفوق في عدد الاصوات على رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت الثانية لكن شري لم يعلن لتاريخه اي فرسنة او طهرنة لبيروت كما كانت تتوقع الحملات الاعلامية لتيار المستقبل ولم تتمكن الخرزة الزرقاء في المقابل من رد العين والضيم وضربات الخرق في العاصمة التي اصبحت متنوعة التمثيل بين المستقبل وحزب الله وامل والاحباش والاشتراكي وفؤاد المخزومي لكن هذه النتيجة بالنسبة الى الحريري مش اخر الدنيه كما قال في مؤتمره الصحفي ورأى انه الشخص الذي لا ينكسر معلنا تقبل النتائج لمصلحة الاستقرار واضاف بربح حلة نربح بكرة اعدين وشو ما يطجوني رح ضل نوائف غير ان الكسر الاكبر كان لللواء الشفريفي في طرابلس التي تنصفها كل من نجيب ميقاتي وفيصل عمر كرامي الذي كان مفاجأة الموسم بتحصيله مقعدين واقترابه من الثالث في اكبر تحدي لمعركة شراء الاصوات حيث تبين ان في الفيحاء اصوات بيضاء صافية تنتمي الى هوية الكرامة والقانون جاء رحيما بآل المر في المتن ومنصفا وصاحب معروف لرفيق الصيادين اسامة سعد في صيدة ومعترفا بالمرأة سياسيا وصحفيا في حالتي بولا يعقبيان وجمان حداد في بيروت الاولى لكن احتفالات ابنة النهار لم تكتمل مع فرزي اخر الاصوات التي سحبت منها حلم الليل وفيما قدرت التحليلات تقليصا في حجم التيار الوطني الحر على مستوى التمثيل اعلن الوزير جبران باسيل ان تكتل التغيير والاصلاح اصبح من اكبر الكتل النيابية في البرلمان بتسعة وعشرين نائبا بعدما كان واحدا وعشرين على ان الربح المؤكد والصافي مئة في المئة كان من نصيب القوات اللبنانية التي حققت نصرا نوعيا على مستوى لبنان بخمسة عشر نائبا وجميعهم قوات هذه النتائج سوف يعلنها رسميا وزير الداخلية نهاد المشنوق اما في اعلان النتائج السياسية فقد قدم الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله خطاب الهادئين الرابحين من دون ازدراء بالخاصرين ورسائل نصر الله كانت للغرب اكثر من الشرق والداخل مطمئنا بان بيئة المقاومة لا يمكن لاحد ان يفككها وان هوية بيروت سوف تبقى عربية ترجمة نانسي قنقر